مش طبيعة واستثنائي وغريب وفي كل حاجة. هلند. هلند. لا مش هلند مش طبيعة. نازل بشكل مباشر بشكل بطريقة تانية يعني. هو انت لو بتلعب قدام هلند موقفك يبقى عامل ازاي? يعني صعب جدا اصله ده يعني كل فترة كده بيجي لك مهاجم كده نوعية آآ نوعية آآ نوعية نوعية الناس اللي يال. في كلام هنتكلم لقطة عن هلند ككورا. انا بكلمك انت شخصيا. لا لا طبعا. لو قدرك نوقفك قدام واحد زي هلند. صعب جدا. صعب جدا. ده تقعد تضرب فيه بقى يعني ده تحمده في ضربه وكان ما اضطرد. وتطلع حسب ما دي نوع. ما برانة عملت كده انا. لا لا صعب جدا. لا 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 صعب جدا. هو هو بيتحرك كويس جدا. وبعدين هو آآ يعني بقى يتعلم يتحرك في المساحات الفاضية ويفضي مساحات لعبة للسيتي. يعني تلاحظ كل كورة. آآ بي بيبقى من ناحية شمال يروح قاطع على البيضة ضرب بسبرينت على البيضة. فبياخد اتجاه المدافعين كلهم لحاجة تانية. صح. يعني هو لا بقى كمان ب دي لها دخل في الجارديولا. ان هو بدأ يحوله من مهاجم. تسع تقليدي سندوق. تقليدي لمهاجم بيعرف يتحرك كويس. صح. يعني في مهاجم بحطة بقى بقى افع الكورة كويس يهجم. لكن هو لا بيتحرك كويس جدا. لو قد بتفرج عن المجارة. كنت بتقول مسلا يا جماعة حد يقف مع هنم بالطريقة الفرانية. حد يقف يمسك كده. حس ان يدفع منشستة نواتف عنده مشاكل. يعني اكيد في نازلتك كمدافع بقى بتبدأ تشوف مواقف خاطئة من مدافعين منشست نواتف اكيد عينك جات عليها يعني. ما هو هي القصة كلها انت بتلعب قدام ناس اقوى منك. فانت لازم تبقى مدايق المساحات لازم تبقى افصح. اي واحد يتحرك غلط خلص انت يستغل القطع ده. هما النهاردة مدافعين نواتفعين تيهين. حتى الجون بتاع هلند اللي هو الفون اللي عباله بالعرض وحطه في بط رجله. مفيش حد ماسك. يعني هو لو حد بس كان قرب منه كان هيعمل بلوك على تيهين. صح. لكن هما النهاردة كانوا تيهين خلص. وهم من اول الدوري على ما بس تحسنوا. يعني اول مباراتين كانوا سيهين طبعا جدا. مش احسن حاجة. بس الامور تحسنت لما مجوائر قاعد على الدكة وريح شوية. مجوائر ده اصلا كارسل واحد يعني. مجوائر ده انا مش عارف يعني. وقت صيد زيادة عن زوم. صح. بتاعها بانجلترا ما تفهمش بقى هو لحد قريبه هناك او حد زابط او حد. لكن هو لا هو كان مدافع. امكانياته ضعيفة جدا انه هو اول حاجة ممكن تبقى انت عندك سرعات. زي مسلا فان دايك. بس زاكي. صح بتاع فتقاف صح. صح. امكانش عنديه سرعات بس زاكي. يعف يقف في المكان. اللي الكرة هتيجي فيه. صحية. ويديق المساحات على المهاجم فانت تحسن هو سريع جدا معك. صحية. فلا يعني هم مدافعين انا اعتقد يعني التعاقدات بتاعة اليونيتد في المدافعين ما كانش احسن حاجة. بس انا اعجبني مارتينيز بصرا. المدافعة. مش 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 احسن حاجة. هو صير بس بس قوي جدا. كان فيه ناس احسن منه كتير. كان فيه ناس ممكن تتعاقد مع ناس احسن منه كتير ل لفرقة يونيتد. يعني مارتينيزين فعل فرقة مثلاً في نص الدوري. لكنهو كان فيه ناس اقوم كده لو انت عايز تنافس. انا مشجع يونيتد. لو انت عايز تنافس انت شوف زماني يونيتد كان عندك مين. شيل سراح اجابكوا لي بالي. لا انت زماني يونيتد الجيلي الزهبي كان عنده ريفردنان بقى وعدنا بقى وكان عنده الفيرتش. لا ناس انت فعلا بتحس ان المدفعين. يا بستام. لا انت بتحسي فعلا مدفعين. حسنا انت انت الدفاع بتاعك ده هو اللي بديك السكة كان مهاجمة. يعني لو انا راجل مهاجم شاف الدفاع بتاعك كل كرة بيطاحها. اللي فرق اللوقتي مع ليفربول ايه. الدفاع هتفكك ونص الملعب بقى متفكك قلص. فمبقاش يده سكة اللي قدام. انا حسيت النهاردة انه الازمة ما كانتش ازمة مدافعين على الان ده ازمة وسط الملعب. في اللي سمع مع ايه محمود الشاكر النهاردة ريكسن كان بيلعبه ستة. ريكسن اصلا مش لعيب قوي يا ريكسن لعيب حريف يعني. ما دي مشكلة انت يعني الستة بالنسبة لك لازم بيبقى لعيب طابع القوة بتاعه اكتر من المهارة. صح. هو مش تمانية. صح. فهو ريكسن برضو احس ان هو لا هو ريكسن هو تمانية اكتر من. طبعا. اشتركوا في القناة